اشتركوا في القناة لانه سهل نطق ومنتشر في اللغة العربية اما عن معنى الاسم كاملا وصحة اطلاقه على بعض الفتيات المسلمات فسوف نوضح مثل هذه الامور من خلال هذا الفيديو لكن قبل ان نخوض في غمار هذا الاسم ادعوكم مشاهدين الكرام للضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد والان كبروا الشاشة والننطلق اصل اسم رونق اثناء الحديث عن اسم رونق في البداية ذكرنا ان الاسم معروف في اللغة العربية كاسم عادي ولكنه لم يستخدم كاسم علم الا في السنوات الاخيرة وهذا يعني ان الاسم ذو اصل عربي ومعناه مثل ما ورد في معجم معاني الاسماء الشيء الحسن والبهاء والاشراق والاطلالة بصورة مميزة وجميلة معنى اسم رونق نتيجة لكون اسم رونق هو عربي الاصل قد حصلنا ايضا على المعنى الخاص به من معجم المعاني الجامع الذي ذكر ان الاسم يحمل معنى الحسن والاشراق والبهاء مثل ما ورد في معجم معاني الاسماء بالاضافة الى ان الاسم اذا اضيف الى الصباح اي رونق الصباح فهو يعني اول الصباح ورونق الشباب اوله واطلالته وعندما يقال الاسم كصفة على السيف بمعنى رونق السيف فهو دليل على لمعانيه وصفائه ورونق النعيم اثره تسمية رونق في شرع الاسلامي بعد ان اوضحنا التفاصيل الخاصة بمعنى اسم رونق يبقى الشيء الاهم الذي يشغل تفكير معظم الازواج قبل اطلاق الاسم على بناتهم وهو حكم الاسلام في تسمية اسم رونق ودائما ما يكون رأي علماء الدين مستمدا من معنى الاسم في ظل ظهور العديد من الاسماء الحديثة واسم رونق يحمل معنى البهاء والاشراق كما انه اول الشيء والصباح اي انه اجمل ما به مما يجعل تسمية اسم رونق في الاسلام جائزة شرعا دون وجود ما يمنع تسمية المسلمات به خاصة ان الفتيات دائما ما يحبون الظهور بشكل مميز وجميل ويهتمون بالظهور باطلالة جميلة دائما الى هنا نصل الى نهاية حلقة اليوم اتمنى ان تكونوا قد استفدتم معنا وانتظرون اعزاء المشاهدين في حلقات واسماء جديدة على قناتكم معاني الاسماء قبل مغادرة الفيديو ادعوكم للضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد كنت معكم من امام المايك الى اللقاء عزيزي المشاهد اذا كنت تشاهدنا لاول مرة فادعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا والى اللقاء